من بعد كل التجارب اللي عشناها لمدة عشر سنين من ساعة ما طلع علينا السيسي بسحنته البهية وما بقاش مستخبع على حد عقل مش مغيب او منافق او انتهازي ان مصر فعلا بتعدي بايام اتحطم فيها الرقم القياسي في الفساد والقهر وان المواطن في البلد دي بيعيش فترة شاف فيها كل صنوف القمع والاستبداد والظلم الوصل لمستوى من الفجور ما عداش على البلد من سنين طويلة الاستبداد اللي سعت للأسف يعني من كتر ما هو يعني بتمكن وطايح في الناس من غير سقف خلى الكلام والاعتراض على الظلم والقمع رغم صدقه واخلاصه اصبح من كتر ما بنقوله وبنردده يعني قرب يفقد معناه وتأثيره وبدأ مع الوقت يبقى معتاد رغم انه مش عادي قبل وبدأت الناس تتعايش مع الوضع ده رغم ان التعايش مع الظلم والرضى به كامر واقع شيء مخالف للفطرة الانسانية من الاساس يعني ويمكن من ابرز مظاهر الظلم والاستبداد اللي بتميز عهد السيسي هو الكم الرهيب من عدد معتقلي الرأي او المحبوسين بتهم سياسي خلينا نتكلم شوية على الناس دول ونفكر نفسنا بهم عشان ما يبضلوش مجرد احصائيات وارقام ايه اللي بيفرق سجون السيسي عن الانظمة اللي سبقته وواصل لفين حجم انتهاكات حقوق المسجونين ومعاناة المعتقلين بتهمة معارضة جنابه وازاي الوقت بيعدي عليهم في عتمة الزنازين هيا بنا ندعي على اللي كان السبب تجربة السجن هي واحدة من اصعب التجارب اللي ممكن يمر بها انسان حتى لو كان مزنب ويستحق العقاب فما بالك لما بيكون السجين بريء اصلا ومعاملش حاجة فلسافة السجن ايما على فكرة ان اقصى عقوبة ممكن يعني تنزل على كائن حي عموما لما بيغلط في حق المجتمع او الدولة هي انه يتسلب منه حريته عن طريق انه يتحط في مكان يأيد حريته في الحركة والتنقل ويحرمه انه يعمل الحاجات اللي كان بيمارسها براحته برا السجن يأكل بمعاد ينام بمعاد يتحرك بمعاد يكون في حد غيره وسلطته اعلى منه بيتحكم في حياته جوى المكان ده حتى يعني انه يشوف معارفه او اسرته او حبيبه ده بيكون بمعاد معين ووقت محدد والكلام ده بيحصل بشكل مؤقت يعني حسب نوع الجريمة ومدة العقوبة اللي مناسبة الحجم الغلط اللي غلطه يعني وبعدها بيخرج يكمل حياته بشكل طبيعي كل ده لو بنحكي عن مفهوم السجن اللي موجود في العالم كله بما فيه الدول المتقدمة اللي مستوها عالي في حقوق الانسان لكن لو هنتكلم عن الدول المستبدة وتحديدا في مصر هتلاقي للسجن مفاهيم تانية واسباب مختلفة اسباب ممكن على اساسها هتلاقي نفسك مسجون وساعات بتلاقي ناس مسجونة حرفيا من غير سبب ولا تقومة واضح السجن في مصر وخصوصا في زمن السيسي أصبح هو المكان الوحيد اللي بتتقابل فيه السلطة مع المعارضة هو المكان اللي بيصالحهم على بعض بدل ما المعارضة فوادي والنظام مكبر دماغه عن مطالبهم وعايش فوادي تاني بيبقى السجن فرصة كويسة تجمع الاتنين على أرضية مشتركة شباب البلد اللي لهم طالب وأحلام وتطلعات اللي بتشحنوا على السجان كممثل السلطة وهناك بيترد على كل أسئلتهم وطلباتهم وأحلامهم بكوكتيل من القهر وانتهاك الأدمية والزل والتعذيب والقتل سواء السريع أو القتل البطيء الممنهج عشان كده بنقول إن مفهوم السجن في مصر وفي كل الأنظمة الخامعية مختلف السجن في طبيعته العادية هو آخر حلقة في الموضوع شخص ارتكب جريمة تم اتهامه اتحقق معاه خلص كل إجراءات التقاضي وفي النهاية اتحكم عليه فبيروح السجن بصفة المكان اللي هيقضي فيه العقوبة في مصر بقى الموضوع مختلف ومعكوس وخصوصا في قضايا الرأي والقضايا السياسية عموما انت بتتسجن الأول كونك معارض أو عديت من جنب حد معارض وتتحبس بالسنين حبس احتياطي لحد بقى ما نوصل لإسمك في القيمة وبعدها نبقى نشوف لك تهمة مناسبة وطبعا عشان ما نظلمش الفترة دي من عمر البلد فكرة الظلم والمعتقلات يعني وسجن الأبرية دي حالة مستمرة باستمرار كل الأنظمة اللي عدت على مصر احنا بعون الله انجازنا في المجال ده متسجل في القرآن ذات نفسه يعني اسم مصر بنور في القرآن كده وارتبطت بفرعونه وسجونه وشهود الزور وقضاته الظالمين يعني سمعة زي الفل الحية بس خلينا نسيب الفرعنة ونتكلم عن نسلهم من العسكر ومعتقلاتهم إلى طول الوقت يعني واحدة من أدواتهم في الحكم ما يستغنوش عنها من أول عبد الناصر مرورا بالسادات ومبارك وصولا للنسخة اللي خلاص يتعودنا وبقينا عارفين إنه بيشف من أي كتالوج فساد سياسي في أي مجال لقوا بيحط الطاتش بتاعه كمان عشان بقى يتفوق في الانحطات على اللي سبقه في كل المستويات ويمكن الفرق الجوهري في حكاية السجون دي بين السيسي وباقي العساكر هو حجم شعبية كل واحد فيهم زائد الطريقة اللي وصل بها كل رئيس منهم للحكم ودي النقطة اللي مخلية السيسي هو الأكتر في الإجرام والغشومية بمراحل لسبب بسيط وهو إن كل اللي سبقه باختصار محدش منهم جيب انقلاب الدموي ولا ارتكب مجازر مخلية في كل محافظة وحي وشارع في مظلمة أو طار شخصي معا بشكل يخليه خايف ومتوتر وطايح في الخل أو يخلي دايما قراراته صعبة وغبية واستثنائية مضطر فيها للتنكيل والغباء وأكتر بهستيريا السفاحة اللي على رسه بطح وده اللي هيخدنا للفرق بين حال المساجين قبل كده وحالهم دلوقتي في عهد السيسي برغم من الظلم وانتهاك الأدمية طول عمر واحد وللت السجن لأي مظلوم بسنة مهما بقى اختلاف الدرجات القهر في النهاية السجن هو السجن لكن السجن في زمن السيسي زي ما قلنا هو حالة استثنائية في عمر دولة وفي وجهة نظر رئيس ونظام بقى له عشر سنين في حالة قلق وشك وقلة سق وإحساس واضح بالعجز إنه يفرض نفسه كأمر واقع على الناس عشر سنين بحالهم ودولة بكامل مؤسساتها بشرطتها وجيشها بإعلامها وقضاءها معاه يعني أدوات تثبت والطمن أدفه وأضعف ديكتاتور إلا السيسي قاعد على كرسي ملاخلخ طول الوقت بيجي له إسهال من وقف احتجاجية من خمس تنفار وبيحصل له تلبك معوي من بوست ولا تويتر فكانت مصر على معاد مع الرقم القياسي في عدد السجون اللي اتبانت في فترته هو بس وبالتالي طبعا هيبقى تلقائيا رقم قياسي في عدد المعتقلين اللي محدش عارف هو كام تحديدا تقارير الحكومة إيدك منها هو القبر ده لو موجودة أصلا والتقارير اللي بالجهود الزاتية أو مراكز البحث والتوثيق الغير حكومية منها اللي بيتكلم في 60 ألف معتقل ومنها اللي بيحكي في 100 ألف وطالع والعدد عند السيسي في اللمون رغم أن لكل إنسان حكاية ومعاناة ومقاسي بيت وأسرة وشغل ودراسة وحياة تتدمر ومستقبل بيضيع وحالة نفسية ومعنوية لمواطن لا يمكن هيخرج من تجربة السجن زي ما دخل فيها وده ياخدنا للسؤال عن الفرق بين سجون السيسي وبين سجون العسكر اللي جوهم قبله وأول الفروق دي هي عددهم أساسا اللي ممكن يتغير والحالة أشغالة أرقام بتحكي دلوقتي في أن سجون مصر وصلت لحوالي 91 سجن يعني ضعف الرقم اللي كان موجود تقريبا خصوصا لما تعرف أن السيسي الواحده اتبانى في عهده حوالي 50 سجن دي برضه من ضمن الفروق المهم عشان ما نبقاش منظلم الراجل أو بنكدب إعلامه لما بيقول أن مصر ما فيهش معتقلين أصلا وده حقيقة لأن مصر ما بقاش فيها سجون أساسا بقى اسمها مراكز تأهيل وإصلاح وما بقاش فيه سجين لأنه بقى اسمه النزيل حتى السجان اختفت وما بقاش فيه وظيفة اسمها كده بقى اسمه مشرف برضه مستماعات بتفرق يعني مع الحالة النفسية للمعتقل ما هو لما يتعذب ولا يتكهرب ولا يتحط بالسنين من غير تهمة أو يترمى بالشهور حبس انفرادي ما يشوفش فيه شمس ربنا جوا السجن غير لما يحصل له كل ده وهو في مركز تأهيل واللي بيقوم بالواجب في تعذيبه أو تجديره اسمه مشرف من السجان السجون في عهد السيسي أو معلشها مركز للإصلاح والتأهيل في عهد السيسي ما بقاش الصورة النمطية عنها مرعبة أو إن سيرتها مرتبطة بالإهانة والتعذيب وسلب حرية البشر بالعكس السيسي وإعلامه أخدوا معهم السجون اللي ليفل تاني مشرق ومبهج وأماكن آخر عظمة بتنافس المنتجعات والفنادق وتخلي أي مواطن سوي يتمنى لو ارتكب جريمة عشان يتمتع بإنجازات الريس في الجمهورية الجديدة اللي بقى أشعارها السجن حق للجميع كلم بس فكرة إن أنا ما بقيتش مسدق عيني من اللي أنا شايفه تقولت حطك فأزمي يعني حطك فأزمي خير مع نفسك أيوة لما شوف ده لازم أقول أنا عايز أدخل السجن عندك مكتبة شيك بتشتغل وبتاخد فلوس عندك مزارع مزارع خضروات إحنا كنا منها كنا من الخضار والفكه والخيار والطماطم الشيء طعمه ما بيستخدمهش مبيدات اللي بيعمل ده النزلاء سامينهم نزيل عندك أماكن لللحمة بيربوا عجول فرجنا على عجول شيء مش ممكن بيربوا دواجن وعندهم مجازر كل سجن ليه مخصصاته مش كل سجن كل نزل كل مركز لأنه هم ست مراكز الست المراكز المبنيين مربوطين بشبكة مركزية للإدارة واحدة الناس شافت ده كله عندك جوامع وعندك كنايس السجون في عهد السيسي من كتر ما بقت أمر واقع وأسلوب حياة اتحول مفهومها من كونها مكان استثنائي مكروه والمفروض أن أي فرد في المجتمع منطقيا يعني بيحاول يتجنبها ويهرب منها اتحولت من وجهة نظر السيسي ونظامه لمادة دعائية وإنجاز من إنجازاته لكل مشتاء أنه يفتح بقه أو يعرضه أو يشوف جمال خطوته ولا يصليش على النبي لدرجة أنهما جابوا متحد صالح يغني أغنية احتفالية بمناسبة إنجاز مجمع سجون جديد والنقطة أنهما يسموا الأغنية فرصة حياة تخيل السجن بقى فرصة حياة فما بالك بالعايشين بره قيمة السجن في حد ذاته بالنسبة للسيسي كانت كبيرة ومهمة للدرجة اللي تخليه عمل حاجة ما افتكرش أن نيرون ولا هتلر ولا موسوليني جاء على بالهم أو حد من مستشاريهم يعني استجرى يقترح عليهم الجنان والجبرودة السيسي يطلع الهوى يبشر المصريين ويفرحهم ويطمنهم على مستقبلهم ومستقبل عيالهم بالإعلام بنفسه عن النجاح في إنشاء سجن على الطراز الأمريكي اللي هو مبروك عليكو يا مصريين جوانتانمو أو أبو غريب بس على الأراضي المصرية خبر احنا هنفتتح أكبر مجمع سجون واحد من جابعة أو ثمانية هنعمله في مصر إن شاء الله ما هتشوفه احنا جابين نسخة نسخة كاملة كل ما هتعمله النسخة الأمريكية أنا شوفت واحد منهم من بره كده على الطريق وأنا معدي فرد المطور أيها ده فيه كل شيء احنا عشان نقول إيه عايز تضبط وطب من المحوول حتى لو كان إنسان أزنب ومنعقبه نحنش هنعقبه مرتين هنعقبه من راحت بأنه هو جادي عقوبة في السجن كل الكلام ده بيورينا مفهوم السيسي وإعلامه للسجن والترويج الخبيث لرسيله وتثبيت حالة اليأس والخوف عند الناس من المصير اللي مستني أي معارض أو أي حد مش عاجبه سياسات طرح النخل لكن خلينا نرجع للإنسان بقى المساجين اللي أغلبهم شباب واللي مفترض أن هم راس مال البلد عشرات الآلاف اللي مرمين في السجن الحقيقي بمعاناته وإحباطه وكسرة النفس وإهدار الكرامة اللي فيه مش السجن الفائف ستارز اللي ربنا ينوله الخير رمضان وزميله ويبقوا أحد نزلاءه زي ما أتمنى إن شاء الله يعني السجن اللي تضبط وتروأ وتصرف عليه ملايين عشان الكاميرات والضيوف تدخل واللقطة تتاخد قبل ما يلمه العزال ده كله ويحاسبه متحة صالح على الأجنية ويودعه المعزيم خلينا مع السجن الفعلي ببلاطه وبالرطوبة اللي في حيطانه وحماماته ده لو فيه حمامات السجن بزنزينه الدايقة مع دومة الإضاءة والتهوية وكربسة نزلاءه كوم لحم فوق بعضه جواه ومستجدات زمن السيسي في الزل والإهانة وإهدار الكرامة مبدئيا السجن في زمن السيسي مختلف عن اللي سبقه في حاجات كتير سجون السيسي هي صورة بسيطة ونموذج مصغر للسجن الكبير اللي اسمه مصر مشروع السيسي من البداية بعد الانقلاب هو حبس الناس كلها جوا سجن الخوف والإحباط والسكوت عزل المواطن عن المشاركة ولو بكلمة في سياسة بلده في حياته هو رأيه وأفكاره واقترحاته وحتى مطالبه وشكوين يحتفظ بها لنفسه يمشي جنب الحيطة أو جواها لو أمكن هاجس السورة وفكرة أن الناس تجمع على مطلب أو فكرة أو يعبروا عن رأيهم ده بالنسبة للسيسي كابوس هو مش مستعد يواجه الكابوس ده ولا قابل بوجوده أساساً وبالتالي السجن الصغير اللي الناس مرمية فيه بجد حال الناس جوا ما بقاش مختلف كتير عن حال الناس اللي براه وده اللي مخلي دلوقتي فيه حالة تعتيم وتغيب شبه كامل عن اللي بيحصل جوا السيبون وما فيش حاجة بتوصل لنا غير اللي مسموح يوصل وبس من خلال الإعلام والبيانات الرسمية اللي كلها كدب طبعاً وتصريحات أي واحد من عصابة السيسي إعلامي، برلماني، عضو لجنة حقوق إنسان صحافة بتنقل تصريحات وزير ولا مأمور سجن عن الجنة اللي عايشها النزلاء ومستوى حقوق الإنسان وحسن معاملة المحبوسين وكل كلام الهجايس اللي بنسمعه ده رغم كل التسريبات وعشرات الحوادث عن حالات الموت بالإهمال الطبي أو الانتحار أو الموت نتيجة الضرب والتعذيب وده لو كان بيحصل زمان في أي عهد قبل كده لكن المقارنة في كم الظلم والفجور بين السيسي وأي حد السيسي هيفوز فيها باكتساح زمان مثلاً كانت أي حالة إضراب عن الطعام كانت كفيلة تقلب الدنيا وكل الناس بتعرفها ونظام كان بيبقى حريص إنه يحاول يلمها ويحل أسبابها وده اللي شفنا عكسه تماماً في حالات كتير اتثابت وتم تجاهلها وأحياناً تم إنكر وجودها أصلاً ويمكن نموذج علاء عبدالفتاح اللي كان على تكة خلاص ويموت فكان واحد من أبرز الوقاعة دي ترى الطويلة المدعو اللي اسمه علاء عبدالفتاح طلع أخواتي والبتاع الحقوا علاء مضرب على الطعام من 66 يوم يا رجل هو في حد يضرب على الطعام 66 يوم طيب النار ده طلع بيان من وزارة الداخلية اللي التزمت الصمت للفترة طويلة البيان أكد عدم صحة ما يتردد حوله إضراب اللي محكوم عليه بالسجن خمس سنوات زي ما تعرفين على عبدالفتاح وده مودع داخل مركز الإصلاح والتأهيل بواد النطرون وده برضو من الفروق الواضحة بين سجون السيسي وأي فترة سبقته إن زمان كان وضع طبيعي وخصوصاً يعني في حالات الاعتقال السياسي إن الناس كان بيشوف كتير من رسائل المحبوسين وكانوا بيعرفوا أخبارهم سواء من الكلام اللي قالوا الزوارهم من الأصحاب والقرايب أو عن طريق إنه هم يقروا رسائلهم سواء الرسائل دي عبارة عن شكوى أو فكرة أو تأمل أو قصيدة شعر حتى ده كان أيام ما بتسمح بالزيارات أصلاً الزيارات اللي بقت ممنوعة دلوقتي بالسنين على كتير من المعتقلين وأيام ما كان بيتسمح أساساً بدخول كتب أو جرائد أو ورق أو ألم للناس أوسان يعبروا بالكتابة عن أي شكوى حاسين بيها أو أي فكرة بتيجي على بالهم أو أي تعبير عن تجربتهم اللي مروا بيها بحفسهم لدرجة إن ساعات السلطة نفسها كانت بتتفاجئ إن فيه جرائد معارضة مستقلة أيام ما كان فيه حاجة كده اللي سمح الله يعني الجرائد دي كانت ساعات بتنشر مخالات كاملة لناس معتقلين ويمكن مثال على كده كان أي منور لما مبارك حبسوا بعد انتخابات 2005 وغيروا كتير من النشطاء والمعارضين والصحفي كانوا بيكتبوا رسائلهم وبيسلكوها بر السجن بطرق وحية مختلفة طبعا ده غير الشعر والنثر والروايات والقصص القصيرة اللي أصحابها كتبوها وتحولت بعد كده لتراث كبير من الأدب اسمه أدب السجون سواء تكتب جوه السجن نفسه أو احتفظ المسجون بأفكاره عن تجربته ولما خرج عبر عنها بقصص وروايات كتير ومشهورة جدا يمكن أشارها كانت أصايد أحمد فؤدنج وكتاب مسحوق الهمس ليوسف إدريس وزمن الزنزين للشاعر سامير عبدالباق والأقدام العارية للباحث طاهر عبدالحكيم وغيرها عشرات كانت كلها بتتنشر في السر أول علن والناس بتقراها عادي وكتب كتير كمان صادرت من الطيارة الإسلامية يمكن أهمها وأشارها كان كتاب ميثاق العمل الإسلامي اللي اتهرب في السر وكان يعتبر واحد من الكتب اللي أسست أفكار كتير ومبادئ مش عليها تنظيم الجماعة الإسلامية وحتى على مستوى الكتاب اللي ما تحبسوش أصلا تجربة السجن وحكايات المعتقلين بعد ما بيخرجوا كانت واحدة من أهم الأفكار اللي بيعبروا عنها في رواياتهم وده حاجة مش محتاجة دليل يعني فكرة السجن في دول العالم الثالث بصفته حاجة عادية وأسلوب حياة أصلا بتبقى مادة غنية ومضمونة فأي عمل أدبي أو درامي كل دي ظواهر على قد ما كانت مهمة وبتعبر عن وجع قطاع من البشر خصوصا الأبرياء والمظلومين منهم على قد ما كانت أهميتها برضو إن المادة دي كانت بتمكن علماء النفس وخبراء علم الاجتماع والمهتمين بدراسة علم النفس الجنائي إن هم يدرسوا ويحللوا تجارب السجن ويساعدوا الأخصائيين والدكاترة النفسيين ومراكز التأهيل النفسي عشان يقدروا يدعاموا اللي خرجوا من التجارب الصعبة دي لكن في عهد السيسي مثلا لقينا أهم وأشهر جهة في المجال ده وهي مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب السيسي أمر بتشميعه سنة 2016 وفضل حوالي خمس سنين مقفول لحد ما رجعت فتح تاني في 2021 وبضغط دولية بعد ما فضل يتهزأ هو ونظامه سنين من جهات دولية على غل وإجرامه اللي عدى كل الحدود كل اللي حكينا في ده من طرق بسيطة وشرعية وإنسانية لكل مسجول إنه يبوح بس أو يعبر ولو بالكلمة عن معاناته حتى دي في عهد السيسي ما بقاش مسموح بيها ويا ويله اللي بعد ما يخرج يحكي عن تجربته أو يفضفط بس بالجواه حتى لو مغلطش في النظام لو عمل كده هيتعاقب لأنه ما شكرش سجانه على سنين عمره اللي ضاعت أو عن التعب النفسي والمعناوي اللي يتمكن منه أو يشكره على ضياع أو ضبابية مستقبله وهو مش لقي حد يستوعبه أو يشغله أو يرجعه دراسه لأن الناس نفسهم خايفين أكتر منه خايفين على حياتهم وأرزاقهم هم كمان من رئيس غبي وغلاوي وما عندهمش أي ضمانة إنه يعني سامح ولا عفى عن اللي خرج ده ومش حطه في دماغه الناس عارفة إنه غرضه مع كل معتقل إنه يفضل مسجون طول عمره جوا السجن ولما يطلع يتعاقب للأبد إنه يعيش منبوز ومستبعد ومضطهد وإن اللي يقرب منه كإنه قرب من مرض معدي أو حق لألغام ممكن يفكر فوششون في أي لحظة لو كان النظام متقرر إنه يقتله معنوياً ويدمره نفسياً والأمثلة على كده كتير سواء الناس اللي اتشوهت وسمعتها بقت مطاردها أو اللي يأسوا وقرروا يتفشوا خالص ويتوهوا في بلاد الله أو النظام السيسي عاقبهم على الفطفضة بإنه قابض عليهم من تاني ودورهم من جديد فأضايا من هالصح ونموذج على ده كان شريف الروبي اللي يدوب بس عمل مدخلة تليفونية مع قناة الجزيرة كانت كفيلة بتدويره من تاني فأضية جديدة رغم أنه طول المكالمة كل اللي قالوا إنه عاوز يرجع يشتغل عاوز يعيش حياته بشكل طبيعي وطلب بس تحسين معاملة باقي زميله اللي سابهم في المعتقل السيسي ونظامه مقررين إن السكوت يبقى هو المنهج والرضى بالظلم والاستعباد يبقى أسلوب حياة للجوة السجن أو اللي بره مش مسموح لك لانت ولا أهلك ولا صحابك تفضفضوا حتى أو تحكوا تجربتكم بعد ما وليه الأمر تعطفوا وتكرم وطلعك بمزاجه من غير سبب زي ما دخلك السجن برضو من غير أي سبب كل ده وأكتر بيحصل في مصر واحدة من أحطه أسوأ أيامها في التاريخ ومع النسقة البلحوية اللي تفوقت في الإجرام على أسدتها في القمع والفساد بس الأكيد إن وضع بالشكل ده من الاستبداد والفجور مهما طال لابد من يوم هينتيش وما فيس ظالم ولا مجرم ده مثله قبل كده عشان تدوم للسيسي وعصابته وإن شاء الله عن قريب يعني هتكلم كل اللي اتخرص صوتهم وهتتفتح كل الأظرف والرسائل المحصورة ونشوف بإذن الله كل مظلوم ومضطهد في بيته وفي حضن أهله ونشوف كالعادة وبحكم التاريخ مش حكمنا يعني كل ظالم وديكتاتور داخل برجل الشمال يتربع على عرش أوسخ كومة جوه مزبالة التاريخ ونشوفكو على خير إن شاء الله شكرا